اشتركوا في القناة هربوا كلهم اما لخارج الحدود ورئيس الوزراء عدن سابتا باربيل ورئيس السلطة التشريعية علق للفلوجة ومن ناقع الأردن ما ظل لمحافظ ولا غير ولا أبدا ولا سلطة والخضراء الصوصي وهو هذا السقوط بعينه يعني هذا اقول من الناحية العملية وهنا اضرب لمثليا الاول انه ميت سريريا محتاجة بس واحد يجيك تنبيان وفاته والثانية تذكرنا بالضبط يوم سقط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003 وبقينا اربع تشحر وراه بدون حكومة وعيش نحلى عيشه نحن الآن بدون حكومة تماما لقد انتصرتهم هاربوا هجوا بذيالهم الفئران اختفت ناس في الجحور وناس بدون ان ولد فاذا انتصرتم الف مبروك الف مبروك لكم يا امهات الشهداء يا اباء الشهداء يا زوجاتهم يا اخواتهم يا عشائرهم لذلك اوصيكم الآن احنا انتبهوا علي انا اقول من الناحية العملية سقطت محتاجة عراقي شجاع يطلع الان يعلن سقوطها يعلن موتها وهذه مهمة الجيش في هذه اللحظة نعم صحنا ما هذا حكم عسكري لكن هكذا يجب ان يكون يلا عدلوها بالسعدي يلا يا ضباط الاحرار ولكم جيش من تو تطلعون تعلنون سقوط الحكومة واغلاق الحدود ترى ماعد نجار شريف كلها تتربص بينه من الشرق الى الغرب اطلعوا لا تعيدون التجارب المريرة السابقة لريد دواعش ولريد دواعر اطلع يا جيش انها فعلن اعلنوا كحل عيون كحلها عيون الامهات الحزينات الاباء المحزونون الاطوال التي تيتمت كلها برقبة ذولة الجبناء اللي يفرروا تركوا لا نواب ولا محافظين ولا غيرهم لا غيرهم يلا وينك يلا وينك وانتم يا ابطال يا شباب ايها الراوعة مبخرة العراق البارحة اللي قلت بيكم ايها العقول ايهن الذيب عيب تنام من تصافر الحية دير بالكم تخملون وتسترخون تحولوا شكلوا اللي جان ضبط النظام حافظوا على الممتلكات العامة هل سصدق صارت ممتلكاتكم فروا الحرامية رجع لكم ومدى لا تسترخون افرحوا هلهلوا عيونكم حذرة واحذر وانبه وبنفس الوقت اتمنى على ابنائنا بالحجل الشعبي وحتى اللي انضموا للمنيشيات هاي فرصتكم ان تخلعون هذا الصفات اللي اطلقها عليكم الشعب قد يكون بيكم خيرين وابنتأكد بيكم كثير خيرين الان يا اما تسلم اسلاحك يا اما تحمي بيه المتظاهر تحمي بيه الثائر وذول اخوتكم لا هم قتله ولا عدوانين ولا بيتهم اسلاح طالعين يبطلق قمصانهم وهم القمصان يضبوح لذلك هنيا يا بغداد هنيا يا البصرة اللي تحملت هنيا يا بابل يا باسط يا وين وين حتشي القادسية يا أهل الناصرية يا كربلة يا النجف رفعت روس دا لسمة يا كل العراقيين مبارك النصر سقطت الحكومة وهني ما ادري اذا انعافت الله يدري اش راح يصير فالمفروض الآن الغيارة من الجيش هذي يوم هم يتحملون مسئلة تاريخية وإلا ترى ذول يرجعون لهم لهم ذول سبع رواح وحتى وين عادوا سيعودون تحت القنادر بس مع هذا ليش نضيع الفرصة يا جيش ليش نضيع الفرصة يا أبطال اطلعوا اطلعوا حيرون بكم ترى جيشنا انتم احد اسباب خروض شبابنا اللي شافوا جيشهم من يهينك من يتحمي جبان وينك وينك يا خوخيتك يلا هذا اليوم يوم اللي اخوخيتك الف مبروك يا بغداد الف مبروك يا عراق لك يا موطني